في الذكرى الثانية لفك الحصار عن أمرلي رفض أهالي الناحية وإدارتها الاحتفال بالمناسبة والاكتفاء بوقفة احتجاجية نتيجة ما أسمه التهميش الحاصل لمنطقتهم من إدارة محافظة صلاح الدين وتنصل الحكومة في بغداد عن وعودها بعد حصار داعش لمدينتهم والذي دام لثلاثة أشهر ونحن في هذا الذكرى العطرة ذكرى انتصارات أمرلي نعلن للجميع أننا لن نزين مدينتنا بالفرح والافتهاج لهذا العام لأسباب التالية أولا عدم استجابة الحكومة الاتحادية لطلباتنا المشروعة ثانيا عدم الوفاء بحقوق الشهداء والجرحى الذين ضحوا وسالت دماغهم لأجل النصر فيما أكد مدير الناحية أن المدينة ما تزال تتعرض إلى هجمات داعش مطالبا تسدح قوات أبناء المنطقة الذين يحرسون الطرقات الحساسة نحن لم نقدم خسائر في طيلة الثلاثة الأشهر بقدر ما قدمناه من تضحيات وشهداء لخيرة أبطالنا وهذا أيضا رسالة إلى الحكومة الاتحادية لغرض تعزيز ناحية آمرلي بقوات كافية العتب كل العتب للسيد محافظ صلاح الدين الذي لم مات مثل ما يقول مات أبناء النفايات في كل مكان والشوارع غير معبدة فيما المنطقة ما زالت تعاني شحة المياه وعدم وجود مشفى يليق بها إضافة إلى أن المتضررين ما زالوا ينتظرون التعويضات الحكومية منذ سنتين حيث تعرضت الناحية إلى دمار كبير صار المدة تقريبا سنتين كاملتين لم نرى أي شيء من الحكومة العراقية لا من الجانب الأمني ولا من الجانب الخدم ولا من الجانب الصحي شوارعنا غير مبلطة أمورنا غير جيدة منذ سنتين تحررت آمرلي ولم نرى أي تعويض من الحكومة المركزية لناحية آمرلي لم تحوض أي بيت من بيوت آمرلي المهدمة على يد القصف الداعشي إحنا عقوب باشر بعد ورانا عشر تيام يجينا شتاء بالقرآن الشريف بالقرآن الشريف بالقرآن الشريف ما تقدر تمشي بها هس جيت من الشغل أدليك أكو مكان هس نسوي صبتة يمشي بها الطلاب يوصلين للمدرسة سوران الداودي الحرة كاركوك